تمكنت الدولة المصرية من تغيير وجه الحياة على أرض سيناء ووضعها على خريطة التنمية الشاملة والمستدامة ذلك بالتدامن مع إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها واقتلاع جذور الإرهاب ليمثل الأمن والتنمية معا الضامن الرئيسي لتحقيق الاستقرار في بوابة مصر الشرقية قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء قفزات حققتها الدولة المصرية ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقاوماتها المختلفة مشروعات قومية وتنموية عملاقة نفذتها الدولة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة فضلا عن مد الطرق والجسور والأنفاق لتعبر محاور التنمية وتربط شرق سيناء بغربها وأيضا بالدلتة ومختلف محافظات الجمهورية ومن ضمن إنجازات الدولة بناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعية وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم مشروع يستهدف دعم الرقعة الزراعية وتوسعة مساحتها واستغلال كل قطرة مياه في عملية التنمية وفيما يتعلق بقطاع النقل تم تنفيذ خمسة ألاف كيلو متر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها في حين تم إنشاء خمسة أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه بجانب إنشاء سبعة كبار عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه وعلى صعيد مشروعات توفير القهرباء والخدمات الحكومية بسيناء ومدن القناة تم توصيل التغذية القهربائية لواحد ونصف مليون مشترك حتى نهاية يوليو 2023 فيما يخص التنمية العمرانية في سيناء تم تنفيذ 131.18 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.3 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ 54.15 ألف وحدة سكانية لتطوير المناطق غير المخططة وعلى صعيد جهود تنمية الفرص الاستثمارية بسيناء بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة 419.1 مليار جنيه منذ 2014 حتى 2023